احتفلت صفارة دولة الكويت بالقاهرة باليوم الوطني للاستقلال الـ 62 وذكرى التحرير الـ 32 حضره العديد من الوزراء يتقدمهم المهندس طارئ الملة وزير البترول والصروة المعدنية ممثلا عن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدوي كما حضره العديد من الصفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق السيد عمر موسى وممثل البرلمان المصري والعديد من الشخصيات العامة المصرية والعربية وكان في استقبالهم جميعا السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم الذي رحب بهم واستقبل تهانيهم بالعيد الوطني ويوم الاستقلال نحتفل اليوم بالذكرى 62 لاستقلال الكويت والذكرى 32 لتحرير الكويت وشرف لي اني انا اشوف الحضور الجميل هذا في حفل دولة الكويت لدي الغاهرة هذا يدل على المكانة اللي تتبوأها دولة الكويت في قلوب أهل مصر ومكانتهم كذلك في قلوب أهل الكويت احنا دولتين تاريخ يجمعنا تاريخ مشترك علاقاتنا متجدرة هناك تطابق بالرؤى بين الدولتين في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية العلاقات بين البلدين هي علاقات شعبية في الأساس علاقات قوية جداً علاقات راسخة مصر لها نصيب كبير في المناسبتين سواء كانت مناسبة استقلال الكويت أو تحرير الكويت مصر كانت لها دور كبير في المناسبتين وبالتالي انا بشوف ان دولة كويت وافت مع مصر في المناسبات كثيرة ايضاً وبالتالي اعزائي العلاقات اعتقد انها علاقات متكذرة لان يعني تصبأ اي وهن في اي مرحلة من المراحل لانها اي مرحلة على علاقات شعبية في الأساس اكتر منها علاقات يعني على مستويات اعلى انا اولا بديوا المبروك لدولة الكويت وشعب الكويت يعني بمناسبة العيدة الوطنية وان شاء الله الف مبروك والله يديم عز الكويت وامان الكويت واستقرار الكويت الكويت وشعب الكويت يعني جزء غالي من العالم العربي ككل وبتربطنا يعني دائماً كشعوب عربية مع الكويت اواصر الاخوة والمحبة النهاردة طبعاً سعداء بوجودنا في الاحتفالية دي مع اهلنا من الكويت وطبعاً يعني العلاقة بين مصر والكويت علاقة تاريخية بيؤسس لها القيادة السياسية في الدولتين ويعني احنا سعداء بوجودنا دايماً مع اهلنا في الكويت وكل سنة والكويت وشعبها وقيادتها وحكومتها بخير بنقول للعرب كلهم كل سنة وهم طيبين ونسبة العيدة القومية للدولة الشقيقة العزيزة علينا لدولة الكويت وبنقول لهم يعني للكويت اللي في مصر هنا انهم في بلدهم وفي نفس الوقت المصريين اللي موجودين في الكويت في بلدهم فيعني ما فيش اكتر من الجالية المصرية اللي موجودة في الكويت وتتمتع بكافة الامور الجيدة والعلاقات المصرية الكويتية تعتبر من العلاقات المتميزة والله انا جيتوا عن الكويت وشعب الكويت وسفارة الكويت بالعيد الوطني الداني والسلطور والكويت لها دور مهم جدا في تطور العالم العربي وتنمية العالم العربي وتهديئة الامور في العالم العربي وبناء علينا فأحيي الكويت في هذه المناسبة المباركة ايما الياب لبرنامج صباح البلد